هل تريد إصلاحا للأسرة والمجتمع عليك بمعرفة أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وكيف كان يتعامل مع أهله وممن نقلها لنا خادمه الأمين أنس بن مالك بن النضر أبو حمزة الأنصاري النجاري رضي الله عنه أمه أم سليم بنت ملحان وأخوه البراء الذي لو أقسم على الله لأبره وعمه أنس بن النضر وهو من الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه وقد سمي باسمه خدم أنس النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين وصحبه أتم الصحبة ولازمه أكمل الملازمة منذ هاجر وإلى أن مات وشهد معه عدة غزوات وبايع تحت الشجرة وهو من المكفرين من رواية الحديث ونشر السنة حتى روا عنه أكثر من مئتين نفس ولذلك لما مات أنس بن مالك قال مورق العجلي ذهب اليوم نصف العلم فقيل له وكيف ذاك فقال كان الرجل من أهل الأهواء إذا خالفنا في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا له تعال إلى من سمعه منه كان من العباد المتبعين فعن ثمامة قال كان أنس يصلي حتى تفطر قدماه دمى مما يطيل القيام وقال أبو هريرة ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من ابن أم سليم يعني أنس بن مالك ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته وفي رواية اللهم أكثر ماله وولده وأطل حياته واغفر له قال أنس رضي الله عنه فدعا لي بثلاث فدفنت مئة وثلاثة وإن ثمرتي لتطعم في السنة مرتين وطالت حياتي حتى استحييت من الناس وأرجل مغفرة توفي أنس رضي الله عنه سنة ثلاث وتسعين للهجرة وهو ابن مئة سنة وثلاث وقيل غير ذلك قال أنس بن سيرين شهدت أنس بن مالك رضي الله عنه وحضره الموت فجعل يقول لقنوني لا إله إلا الله فلم يزل يقوله حتى قبض رضي الله عنه وأرضاه اشتركوا في القناة